وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال جولة لتقييم الوضع في الشمال قرب الحدود مع لبنان إن الجيش جاهز ومستعد للانتقال للهجوم في لبنان هاليفي قال إن إسرائيل تقترب من النقطة التي سيتوجب فيها اتخاذ القرار مؤكدا أن إسرائيل تهاجم حزب الله على مدار ثمانية أشهر حيث يدفع ثمنا باهظا جدا جدا وأضاف هاليفي أن إسرائيل أجرت تدريبات على مستوى قيادة الأركان حول الانتقال إلى الهجوم في الشمال وأنها تمتلك حالة دفاعية قوية ومستعدة للحرب نقترب من النقطة التي سيتوجب فيها اتخاذ القرار والجيش الإسرائيلي جاهز لذلك نهاجم حزب الله على مدار ثمانية أشهر حيث يدفع ثمنا باهظا جدا لقد قمنا بتدريبات على مستواقية الأركان حول الانتقال إلى الهجوم في الشمال لدينا حالة دفاعية قوية ومستعدون للحرب لدينا حالة دفاعية قوية ومستعدون للحرب